بسم الله والصلاة والسلام على سيدنا محمد رسول الله السلام عليكم أشخباركم أحوالكم طيبان أتمنكم يا رب تكونوا كاملين بصحة والسلامة يا رب وعاش لكم مباركة تدخل عليكم بصحة والسلامة وبكل ما تتمنى والله كتبنا جميع علموا أن نعتقاء هذا الشهر ياربوا نكونوا من الفائزين بإذن الله اليوم غد نشوفوا تشكيلة حلويات من عجين واحد عجين اقتصادي وكن نحضروا به شكيلة راقيين ورائعين بثلاث مداقات شكيلات في المتناول كيجوا هائلين تنوعوا بهم طبيلة ديالعيد استقبلوا بهم ديوفكم تحمرت لوجه كيجا عجين غزال هشاش ومرملين ووحد القرمشة فيهم ومداقات ولا أروع كيف قلت تشكيلة غزالة رائعة كما تعودنا مع بعض لهد الحلوة غدي نحتاج لها عندي زبدة ماركارين ميتين وستين جرام يغور طبيعي جوش كؤوس ديال السيد كأس سكر سنيدا وكأس ديال سكر ساقيل كأس ديال نشا جوش حبات ديال بيد معلقة كبيرة تكون ديال نكهة الفانيلا تقريبا 900 جرام ديال دقيقة اللي رفدات لي وخميرة حلويات 8 جرام هدو هما المقادير وغادي نشوفوا يعني المناكيهات والإضافات الأخرى وحنا كان خدموا مع بعض عجين كيجي غزال كيجي هائل جدا هاد العجين هنا عندي زبدة ماركارين اللي بغا دير زبدة حيوانية غادي تدير كاس ديال الزيس او لغير كاس لاروب ما تكملش تدك الكاس على ديك الزبدة قبصة ديال الملح دارورية كاس ديال السكر سانيدة وندعك الزبدة ديالي مزيان حتى نحصل على زبدة بومات داروري نخدم الزبدة مزيان يعني هدا سر من ناجح الحلوة تكون بحرارة المطبخ باش يسهل علينا نخدموها وكيف قلت لي بغا دير زبدة حيوانية او لزبدة العلب دير كاس لاروب ديال زيت لا غير باش ما تجيش دهنية وميدو بزيت ضفت دكجوش كقوس ديال الزيت وندعك مزيان ديك الزبدة ديالي مع الزيت وغدا نضيف لها دكجوش حبة ديال البيض ونخدمها كيف قلت مزيان ممكن الاخت لي ما بغادش تدير هاد العملية تديرها في العجانة عادي جدا تخدمها في العجانة او لبشي باطغ يعني يتسهل عليها المأمورية انا تعودت نخدمها كبيدي نحكوها مزيان كيف قلت حتى كان حصلوه على كريمة على مزيج كريمة ضفت علبة ديالياغورت تعبيعي ممكن نضيفو ياغورت فانيلا ماشي اشكال ونخدم نجانس هاد المكونات مزيان هكا بيديك نحاول نجانسها حتى كان حصلوه على كريمة ضفت هنا سكر سقيل وضفت نشط دورا سوف وغدا نضيف دقيق مع ديك ساشية ديالخميرة الحلوية ثمانية جرام كان حاول ندخل دقيق كمية بكمية يعني كان نضيف كمية وحتى كان ندخلها في هذا وعد كان نضيف كمية اخرى حتى عرفت لي ان تعمية جرام يعني كمرحلة اولى كان نخدموه غير بالاطراف الاصابع ما كان دلكوش يعني حتى كان حصلوه على عاجين ليين بهذا الشكل ما نقصحوهاش وفي حالة ما في حالة ما اذا حسيتو بها النقصحو تزيدو لياغورس طبيعي تزيدو شي شوية ديال واحد نصف علباو لهذا تطريو بها العاجين ديالكم لكن من الاحسن ندخل كمية ديال طريق حتى ندخلها مزيلا ونعود حتى نكمل ونتا نحصل على العاجين ليين كنخليوها في الاورطبة لاننا غنضيفو لها باقي نتحكمو يعني في دوك الاضافات اللي غنضيفو المزيج ديالنا ممكن تشكلو من هجنو ما بغيتو انا فقط يعني بغيت يجوني كمية هاق شوية وافية قسمت العاجين على ثلاث حساس اول حسة غادي نكها بنكهة الحامض عندي معلقة صغيرة مع مراش ديال نكهة الحامض اضفت شوية ديال طريق اضفو يعني القياس ديال الدقيق اللي تحسو بان العاجين شوية ملمو وكتب قطرية ما عندكمش نكهة الحامض دلوا القشرة ديال الحامض او القشرة ديال برتقال عادي جدا يعني دائما نخدمو بدكش اللي متوفر عندنا وكيف قلت رشيشة ديال الدقيق حتى ندخلها او ما نقصحش العاجين او را ما كان دلك هاش يدلك انا رغير مسرعة انا رغير بالقرون ديال الاسابع ديالي باش خدمتها الحصة التانية اضفت لها احنا الفلون تقريبا واحد جوش معالق كبار ديال الفلون كراميل وتقريبا واحد معالقة صغيرة تكون عامرة مزيان ديال القهوة سريعة دوابان وبنفس الطريقة كندخل وشي شوية ديال الدقيق نضف شوية ديال الدقيق ايضا هنسل شوية ديال القهوة وكان بقى نزيد دقيقة رشيشة برشيشة المهم تبقى العاجين عندي عاجين لينة وارطبة وطرية وبغير بقرون اصابعهم يعني ما كان لكهاش انا فقط كيف قلت غير مسرعة للفيديو باش ميجيكمش هكا الفيديو طويل وهذا هو النكهة التانية والنكهة الاخيرة عندي لها ساشي ديال نكهة الزهر هي اللي غد نعتمد لتنسيم هاد العاجين وايضا مع رشيشة ديال الدقيق صفيوا هدو هم تلات نكهات وممكن تنسموها انتم بش نمح بتخطركم كيف قلت ممكن تنسمو به هاد العاجين ديالكم صفي الميت هادا كنغطيهم ببلاستيك ونخليهم جانبا اول حصة اللي احنا عملنا ببنكهة الزهر غدي ناخد لها هاد البوق وغدي نبدا نخرج منها وريدات بهاد الشكل غدي نشكلوا منها البتيفوق ممكن ندروح تبع عاجينة ديال الحامض اللي بنسبة الحامض زيك اجيبها غزالة انا هاديك خليتها الغريبة وهدي هي اللي باش غدي نشكل البتيفوق ديالي كناخدوا بوق مسنن وكانوا نشكل منه وريدات بهاد الشكل كنحاولوا يعني كن نتبتوا دوك الحفر وندخل هالفرن كيف قلت ساخن على درجة حرارة 160 درجان نار من الاسفل ومن الاعلى ونراقب والطهي دياله حتى كت يتدهب وكيتحمر وتكتسب داك اللون الدهبي فاثناء الطهي كنحل عليها وكنبدأ نحاول نضغط باش نتبت هادوك الحفر هاده هو اللو اللي اكتسبت الحلوة كتجي غزالة رائعة جدا وكتعطيها هاد الكمية كمية معقولة وهدا هو الشكل دياله كيجيبتي فوق غزال هائل جدا للتزيين هنا عندي تقريبا ثلاثة المعالقة ديال مربى المشمش ممكن تحتامدوا اي مربى عندكم مربى المشمش اللي ما يكونش فيه طروفة يعني يكون مطحون غدا نضيف ليهم معلقة تقريبا عامرة معلقة صغيرة تكون عامرة مزيان ديال القليكوز وغدا نديرهم على النار حتى يغلاو القليكوز كيخليه يعني كيتبت يعطي وحد اللمعه كيخليه تابت يعني ما كيسيحش هنا فقط باش نعطي شوية ديال لون ده نفتليه النوك هدي الفخنبواص واللي عندها مربى الفريز ممكن تستعملوا من الاول مربى الفريز سافي وكر نزيين الحلوة ديالي سافي وكر نزيين الحلوة ديالي كنكملها تزيين بهذا الشكل كيجي شكل جميل وكيجي مضا خرائع جدا وكتخرج كيف قلت كمية معقولة بالنسبة للشكل الثاني غادي نعتعمد ليه في التزيين القنافة غير شي شوية ديال القنافة ماشي يعني شي كمية غير ديالي كيبقاو بدون يعني ما ضفتلي هاتي شي حاجة غادي ندخل هالفران حتى التحمر وهي رغلم اللي كتبدو كتحركوا فيها وهذا راه هاكت تفتت هناخديت العجين اللي انا وضعه فيها نكهة الحامض وغادي نشكل منه كريات صغار بهذا الشكل ونوضعهم في اللاطا حاولو الكريات يكونوا صغار لان مازال غادي ندهنوهم بالمربا ونوضعو لهم تزيين يعني باش ميجوش كبار باش مجيش الغريبة كبيرة وهي دي ايضا كاتش غريبة شيشة مرملة وكاتش غزالة هاد الغريبة نبقى مراحة نكمل تشكيل اللاطة كاملة وبنفس طريقة تهي فرن ساخن على درجة حل رمية وستين درجة نرم الأسفل ومن الأعلى ونخلي واحد تكتسب غير واحد غير كيتدهب اللون ديالها سوف نخرجوه هذا هو اللون اللي كتسبت سوف ناخد شوي تهكا مربا المشمش او للعسل اللي متوفر عندكم كان بدهن دهن الوجه ديال الغريبة بالمربا وكندوزها في ديك الكونافة مبعد ما تحمرت بدل الكونافة ممكن تعاودها بالكوك جوز الهند كيف ممكن تعاودها بالكونكا سيديا اللوز او للكونكا سيديا الكوكاو وهذا هو الشكل ديالها وللأسف هذا التصوير الليلي يعني ما كيعطيش الحلوة حقها كيف كانت تكون في صبح الله في الضوض ديالنهار الشكل الثالث هو الشكل الغري اللي نسمناه بالقهوة وبالفلون كناخد واحد بلاسيكا وكنسرح فيها قطعة من داك الحاجين ما تكونش رقيقة وما تكونش عود غليدة بالساف وكناخد واحد شوكا وكنم بدن نخربش بها هكالعجين كتعطي هات الشكل زوين وكناخد كاس وكنم بدن نقطع سواء ديرو هلاليات بهات الشكل نستفهم فلاطة نفس طريقة طهي السابلي 160 درجة على نار يعني هادئة نار من الأسفل ومن الأعلى وتراقبوا الطهي دياله حتى قد تحمل كيف قلت ممكن تشكلوها هلاليات ممكن تشكلوها دوائر او لا ممكن تديرو هات الشكل المربعات ايضا كيجي شكل غزال هاد المربعات غرب القطعة ديال البيتزا كنحاول نقاد المربعات ديالي بهات الطريقة والشكل راه واضح وسهل هادا هو السمك ديال العاجين بعد ما خرجتها من الفرن كناخد شوية ديال الشوكولات مدوب شوكولات اسود وكنحاول ندير لها تزيينها كخطو ترقيقة بشوكولاتة السوداء وشوكولاتة البيضاء شوكولاتة البيضاء شوكولاتة البيضاء شوكولاتة البيضاء يعني كمية قليلة ديال الشوكولات وتزينوا بها الحلوة ديالكم بهات الشكل وهذا هو الشكل نهائي والكمية يعني اللي اعطتني هاد العجنة هاتي هدا بالشكل عن قرب كيجي شكل رائع غزال وهدي كيف قلت هدي هي الكمية اللي اعطتني هاد العجنة وهاد الكمية ديال الحلوة هي هادي كتجي كمية معقولة بثلاثة تشكيلات وكيف قلت اللي بغى تدير منها اربعة او لخمسة تشكيل العجن راه كيجي ها الوغزال شنو مدرتو به كيطلع به رائع وبهاكده حلقتنا ديال يوم غادي تكون سلاة نتمنى هاد الاختراحات يروقوكم تجربوهم ان شاء الله في بيوتكم وبهاكد نقول لكم عواشركم وباركة ستحل عليكم الصحة والسلام و بكل ما تتمنى ان شاء الله شكرا